حرية تعبير انعدمت في مراطق الحوثي افواه اعلامية كممت بالقوة واقلام اوقفت بقوة السلاح بل تشهد هذه المناطق تضييقا هو الاشد في زمن الجماعات الارهابية لتتصاعد التحذيرات وتدقل منظمات ناقص الخضر من الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون من ميليشيا الحوثية منظمة سام للحقوق والحريات كشفت في تقرير حديث لها ان ميليشيا الحوثي تواصل حجب اكثر من مئتي موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن فيما توقفت منذ بدء الحرب قرابة ثمانين صحيفة ومجلة واذاعة في مختلف المناطق التي تصيدر عليها التضييق على حرية الممارسة الاعلامية وحجب المواقع الاخبارية يأتي في سياق سعي السلطات الحوثية للتعتيم على الرسالة الاعلامية التي تناقض سرديتها فضلا عن رقبتها في عزل اليمنيين عن العالم الخارجي وما يشهد من تدور ونقلات على كافة المستويات وتشهد الحريات الاعلامية في اليمن انهيار مريعا وانحدار غير مسبوق بشكل بدت فيه كما لو انها تتراجع الى الوراء بمتوالية هندسية الامر الذي جعل من اليمن واحدة من اسوأ البلدان في الحريات الاعلامية حيث احتلت المرتبة التازعة والستين بعد المئة في مؤشر الصحافة العالمية ولا زالت ميليشي الحوثي تواصل انتهاكاتها بحق الاعلاميين وتتجسس على وسائل الاعلام الا من تعمل وفق سياستها التي ضحنت البلاد وصدى مطالبات دولية بتجنيب تقييد الوصول الى الانترنت او فرض رقابة على المحتوى الاخباري باي حال من الاحوال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة